أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلاب الأعزاء لقاء جديد يجمعنا عبر موقع مديرية التربية الحرة ضمن مشروع التعلم عن بعد سيكون لقائنا اليوم أحبائي ضمن المنهاج المقرر لطلاب الصف الثالث الابتدائي مع درس أسلوب الشرط بداية أحبائي دعونا نستمع إلى الحوار الذي دار بين نور وأمها نور أريد يا أمي أن أسألك في أمر ما تفضلي ابنتي فما هو؟ أمي عندما كنت أتلو قول الله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا توقفت عند إعراب الفعل المضارئ وكيف جاء بتلك الصياغة؟ حسنا يا ابنتي هذا أمر هين فهذا يتعلق بأسلوب الشرط وما هو أسلوب الشرط يا أمي؟ تعالي يا ابنتي لأعرفك على أسلوب الشرط هيا بنا أسلوب الشرط هو أسلوب نحوي ما معنى الشرط؟ الشرط هو اقتران أمر بأمر آخر بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقق الأول وذلك بوجود آدات شرط إذن الشرط هو اقتران أمر بأمر آخر بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقق الأول وذلك بوجود آدات شرط مثال إن تخلص في عملك تنجح هذه الجملة جملة فيها شرط إن تخلص في عملك تنجح حصول الفعل الأول هو شرط لحصول الفعل الثاني من يجدهد يتفوق هنا يوجد شرط حصول الفعل الأول هو شرط لحصول الفعل الثاني مما يتكون أسلوب الشرط؟ يتكون أسلوب الشرط من ثلاثة أركام آدات الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط أولاً آدات الشرط هي آداء تربط بين الفعل وجوابه ولأدوات الشرط نوعان أدوات شرط جازمة وأدوات شرط غير جازمة وسوف نتناول اليوم أداتين من أدوات الشرط الجازمة إن ومن لماذا ثميت جازمة يا ترى؟ هيا بنا إلى الأمثلة لنعرف لماذا ثميت جازمة المثال الأول إن تزرع تحصد هنا يوجد شرط إن تحقيق الأمر الثاني وهو الحصاد مرهوم بماذا؟ مرهوم بتحقيق الأمر الأول وهو الزراعة المثال الثاني هنا أيضاً يوجد شرط من يدرس ينجح إن تحقيق الأمر الثاني وهو النجاح مرهوم بتحقيق الأمر الأول وهو الدراسة لنتابع أكثر بالتفصيل من يدرس ينجح؟ هذه جملة فيها شرط أين أداة الشرط في الجملة؟ من؟ أين فعل الشرط في الجملة؟ يدرس أين جواب الشرط في الجملة؟ ينجح لاحظوا أحبائي جاء بعد أداة الشرط فعلين مضارعين لاحظوا من يدرس ينجح جاء بعد أداة الشرط الجازمة فعلين مضارعين مجزومين عرفنا لماذا سميت أدوات شرط جازمة؟ لأن الأداة تجزم فعلين مضارعين نقول يدرس فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون لأنه وقع فعلا للشرط ينجح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون لأنه وقع جوابا للشرط نعم مثال آخر إن تزرع تحصد أين أداة الشرط في الجملة؟ إن أين فعل الشرط؟ تزرع أين جواب الشرط؟ تحصد جاء بعد آدات الشرط فعلين مضارعين مجزومين نعم هنا الزراعة سبب أو شرط للحصاد إذن أحبائي ماذا تفعل أدوات الشرط بالفعلين؟ أدوات الشرط تجزم فعل الشرط وجوابه خلاصة درسنا أحبائي الشرط هو اقتران أمر بأمر آخر بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقق الأول وذلك بوجود آدات شرط ويتكون من ثلاثة أركان آدات الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط أدوات الشرط الجازمة تجزم فعلين مضارعين الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط هذا هو درسنا أحبائي أتمنى أن نعود عليكم بالفائدة لننتقل الآن إلى حل بعض التدريبات في دهتر التلميذ أقرأ الجملتين الآتيتين منتبها للكلمات الملونة من يجتهد في علمه وعمله ينجح ويتطور هذه جملة شرطية فيها أداة شرط وفعل الشرط وجواب الشرط من يخرج إلى الطبيعة يشعر بالاستمتاع هذه جملة أيضاً يوجد فيها شرط أضع الأفعال الآتية في الفراغ المناسب لكل منها يشرب يدرس يتعب من يرقد كثيراً يتعب أحسنتم من يدرس ينجح أحسنتم من يشرب حليباً تصبح إضامه قوية هنا أكملنا الجمل الشرطية بفعل شرط وجواب شرط أحسنتم أسوق جملتين وفق النموذج الآتي من يصلع لعبة جميلة يسعد أطفال كثيرين من يعطيني جملة؟ من يجتهد يتفوق أحسنتم من يزرع يحصد أحسنتم بارك الله بكم شكراً لحسنتم ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر